هي معركة واضحة الهدف والغاية وما ينقصها فقط تصحيح المسار هكذا تبدو معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم والانتصار لكرامتهم وحريتهم في ظل رفض مبدئي للتسليم بالفكرة العنصرية او الاستسلام للمخططات الايرانية وضوح الغاية من خوض معركة الجمهورية يتجلى اكثر علقا في مسار ابطال الجيش الوطني الذين يواجهون مسيرة الموت بوجوه غطاها غبار المعارك كي لا يغطي غبار الاجرام الامامي وطنهم مرة اخرى وخلف ابطال الجيش ومعهم يقف الجمهوريون من مختلف مشاربهم ايمانا منهم بان الاختلاف في نطاق الجمهورية لا عليها من حيث كونها ثابتا لا خلاف حوله وفي السياق غرد القيادي الناصري وزير الخارجي الاسبق الدكتور عبد الملك المخلافي قائلا الامامة ليست نظاما سياسيا او نظام حكم من الانظمة التي شهدها تأريخ العالم الامامة بكل مراحلها مزيج غريب من العنصرية والثيوقراطية والفاشية والتخلف والجهل والابادة الجماعية والقتل وتدمير البنيان الانساني والاجتماعي والحوثية اسوأ مراحل الامامة لانها كل ذلك محملة باحدث الاسلحة القيادي المؤتمري ورئيس الوزراء السابق الدكتور احمد بن دغر كان قد غرد سابقا من وجوب تصحيح مسار المعركة مع كل هذا القبح المليشاوي قائلا لدينا فرصة اخيرة لتعديل موازين القوى وتغيير اتجاه المعركة نحو النصر يجب ان لا نمنح الحوثيين وايران اسبابا اضافية لنصر جديد يجب ان لا تحصل ايران على نصر يعزز شهيتها التوسعية في المنطقة وينهك الارب ويلحق بهم هزيمة تاريخية سنخجل من تدوينها في كتب تاريخنا المشترك تغريدة المخلافي وابن دغر مجرد عينات كاشفة لاحاديث ملايين اليمنيين الذين يلتقون على اختلاف انتماءاتهم في بدهية الانتماء لليمن الكبير والوعي بحقيقة المعركة الدائرة وعي يحمل وصفه رئيس الدائرة الاعلامية للاصلاح علي الجرادي بالقول ليست صراعا عسكريا تجري عليها نتائج النصر والهزيمة فحسب بل معركة ضد فكر عنصري شامل ومفتوح يهدد وجودنا الانساني كمواطنين احرار فضلا عن انها معركة ضد العبودية تتصل بكرامتنا الادمية وهذه المعركة لا تقبل سوى الانتصار اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة